بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سأقومون أراني سأقومون مجيدا أرى القرصة الإسلام الآن قد يسألك ساعي عندما تمشي بالطريق يقول مثلا لك هل أنت مسلم؟ بمانا تجدين هل سأقومون WOANG خنال المهن في التركان القرص أقد لم ت Lexer الذي أنت مسلم؟ الأن سلطير يقبلني أنه أقوى من ال الداري سأقوم بهany Zeit إذا عرفت الإسلام بما جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى أنك مسلم وإذا لم تعرف الإسلام إذا أنت قادر في هذا المسلم الذي تقود إذا لابد نتعلم الإسلام هو الإسلام لله للتوحيد أن تسلم لله لأن تفترض الله سبحانه وتعالى باواع التوحيد ان تراء أن تراء سبعانه وتعالى سبعانه وتعالى سبعانه وتعالى سبعانه وتعالى سبعانه وتعالى ولا انقياد له بالطاعة لابد لأن المسلم يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يأسل يعني لا يمكن أننا في المسلم نقول له سلي يقول لا أنا حر لا أنت مسلم لابد من الطاعة للمسلم نعم at ang islam ay ito ang pagsunod سبعانه وتعالى so hindi maaari na magsabi ang isang tao na siya ay muslim tapos hindi siya سبعانه وتعالى والمسلم لابد له من البراءة من الشرك واهله وتقدم معنا أمس أن التعامل مع غير المسلمين لابد أن نكون على الوسطية لا إفراء ولا تفريح لا نتعدى عليهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم ولا نشاركم في عيادهم واحتفالاتهم نتوسط معهم نعم so دapat kung ikaw ay nasabi na ikaw ay isang muslim kailangan mong lumayo sa mga shirk o pagkatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala kailangan mong lumayo sa mga tauhan ng shirk at nabanggit natin tapon sa ating pag-aaral dapat ikaw sa pagkitan ng mga hindi man ng palataya ikaw ay maging isang nasa lamang وهذه الوصول الاسلام إستسلام لله المتحين والقياد له بالتاع والبراع من الشرق والأهل وإسهارهم يوجد الآن الإسلام العدن من التحميل سواله تسبب الله سبحانه وتعالى وتعالى يوجد الآن واتبال إلى المدى ومع المدى من التحميل وفي الهوزي 조립 ولم يتحميل إلا شكرا